خلاص يا جماعة واتساب هيقفل في شهر فبراير لو انت مخلتوش يحصل على صورتك عنوانك رقمك وارقام الناس اللي عندك وكل بياناتك ده مش تجسس ده جمع بيانات ايو ايو هما مهتمين بيكو بصورتك وعايزين ياخدوها وهياخدوها معاكم اكرم ايمن في فيديو جديد من فترة اعلن تطبيق واتساب انه هينزل تحديث جديد والتحديث ده لازم تنزله وتوافق على شروط اللي هي ايه انا اقولك اللي هي انه واتساب هيبقى عنده امكانية انه ياخد صورتك ورقمك ويعرف ارقام الناس اللي عندك ويعرف عنوان الانترنت اللي انت بتستخدمه والاوقات اللي بتستخدم فيها الواتساب والاوقات اللي مش بتستخدم فيها الواتساب ويعرف الناس اللي عندك بتكلم مين وبس وده يا سيدي لاغراض الاعلانات والتصويق يعني واتساب هتبيع البيانات دي او هتستخدمها عشان تعرف اهتماماتك وتجيب لك اعلانات عن الحاجات اللي انت مهتمة بيها وهيقدر يعرف انت فتح الابليكيشن امتى عشان يعرض لك الاعلان في الوقت المناسب وهكذا لكن في سؤال دلوقتي منتشر جدا بين الناس وهو طب هو الشات يعني هل الواتساب هيشوف الصور وهيعرف انا بقول ايه جوا الشات وبكلم مين وكده قبل ما جاوبك على السؤال ده خلينا اقول لك ان التحديث ده تحديث اجباري يعني لو انت ما عملتوش لحد يوم 8 فبراير التطبيق هيتوقف عن العمل في موبايلك وده اللي غلى ناس كتير تمسح الواتساب وتنزل الابليكيشن تاني زي تيليجرام مثلا وتستخدمه بدل الواتساب وهنا المشكلة بقى الواتساب هو تطبيق مملوك لشركة فيسبوك ولو مش مصدقني جرب تفتح دلوقتي الواتساب هتلاقيه كتبلك من تحت كده فروم فيسبوك انستجرام هو تطبيق مملوك لشركة فيسبوك نفس الموضوع لو فتحت الانستجرام هتلاقي من تحت كده مكتوب فروم فيسبوك بالاضافة طبعا لتطبيق ماسنجر اللي بيحصل عليه الشات بينك وبين كل الناس اللي تعرفهم وهو بكل تأكيد تطبيق مملوك لشركة فيسبوك يعني ايه برضو الكلام ده يعني يا سيدي بكل بساطة لو مش عايز اي شركة او اي أبليكيشن يجمع بياناتك فالواتساب مش مستنيك تمسحه عشان يعمله كده شركة فيسبوك بالفعل كده كده واخد بياناتك من الانستجرام الفيسبوك ومسنجر الله اعلم البيانات اللي بياخدوها دي واصلة لحد فين هل الصورة بس هل قائمة الاصدقاء بس هل البوستات اللي انت بتشايرها بس هل تاريخ ميلادك ومكان اقامتك والاماكن اللي انت بتعمل فيها تشيك ان بس ولا بيدخلوا جوا الشات كمان اظن ان فيه اكتر من حد لاحظ انه بمجرد ما كتب حاجة في الشات طلع على الهوم لا اعلان عن الحاجة اللي هو لست كتبها دي ايه ده يعني الفيسبوك عارف اصلا احنا بنقوله في الشات انا ما قلتش كده انت حسيت بحاجة الشخص اللي دخل على الانستجرام هناك ده حسيت بحاجة؟ طب الانستجرام عارف منين صحاب صحابي على الفيسبوك وبقى بيقترحهم علي في انستجرام عشان نعمل لهم فالو طب لما كتبت كلمة معينة بارح في جوجل بعدها على طول لقيت اعلان عنها في فيسبوك وستوري عنها في انستجرام هي جوجل ما لها وما لفيسبوك اصلا ايه عقل هي الابليكيشنز منفدة على بعض ليه كده ما علينا الخلاصة هي انك كده كده مغفل مسحت الواتساب هنجمع بياناتك من على الفيس يا مغفل هنجمع بياناتك من على الانستجرام يا مغفل هنجمع بياناتك من على الماسنجر يا مغفل وريني بقى هتتواصل مع البشر ازاي نرجع تاني للسؤال اللي سألته اول الفيديو هو الواتساب هيدخل جوه الشهد بتاعي ويشوف الصور لانا بعيتها والكلام اللي انا كاتبه وبكلم مين وكده لحد الوقتي فالتحديث بتاع جمع البيانات ده بينطبق على صورتك الشخصية تفاعلك ووقات استخدامك للتطبيق عنوان الانترنت بتاعك او الـ IP address الارقام اللي انت بتكلمها وامتى بتكلمها الاشخاص اللي احنا بنكلمهم دول بيتكلموا هم كمان مع مين وبس وكل ده بقى شركة فيسبوك بتوقع نفسها كده وتوزع البيانات دي على ولادها انستجرام فيسبوك واتساب ماسنجر واللي فاكر نفسه زكي ويروح يمسح الواتساب وينزل سيجنال ولا تيليجرام اللي هي البدائل المشابهة تماما لتطبيق الواتساب فشركة فيسبوك بتسلم عليكم بتقولك عارفاك وهاجيبك واخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة وممكن تنشر المقطع لو عاوز تدعم القناة واشوفكم في فيديو جديد الو ايه بتكلمنا على الواتساب ليه معكش رصيد ولا ايه اه عارفو طيب هبعط لك لينك للانستجرام بتاعه هبعط لك على المسنجر بتاع الفيسبوك يالله بوي